اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين حياكم الله إخواني و أخواتي في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عدسة إثراء وحديثنا اليوم عن أمر مهم وهو إن العسر مؤذن باليسر فمتى ما رأيته أن حياتك بدأ فيها بعض المنغصات و بعض المكدرات و بعض ما يأتي عليها من تغير للحال فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا و أراد أن يبدل حالك إلى الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى إن أحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى لأنك ستعلم أن هذه الحياة إنما طبعت و جبلت على هذا الحال قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت تبارك الذي بيده للملك و هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا و هو العزيز الغفور فهذه الدار الدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى للابتلاء و الاختبار فمن رأى أنه في اختبار و امتحان فإنه سيصبر و يجاهد نفسه على أن يعطي أفضل ما عنده حتى تتغير حاله للأفضل إن شاء الله قال الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا فالله سبحانه وتعالى جعلنا السمعة والبصرة والفؤادة و غير ذلك من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا و جعل هذه النعم فيها اختبار هل نشكر أم نكفر هل نستخدم هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في طاعة الله سبحانه وتعالى أم نستعملها في غير ذلك لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النحل لما ذكر مجموعة من النعم قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فالمراد من هذه النعم أن نستسلم لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وأن ننقاد له بالطاعة وأن نتخلص ونتبرأ من الشرك وأهله وإذا فهم الإنسان أن هذه الدنيا إنما طبعت على الابتلاء والاختبار صبره واستقرت نفسه قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي يكابد هذه المشاق في هذه الحياة الدنيا ومن كابد هذه الحياة بصبر ويقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وانشراح صدر على ما يسره الله سبحانه وتعالى وعلى ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به جعل الله سبحانه وتعالى حياته حياة طيبة قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى فالله سبحانه وتعالى يفتح لعبده المطيع وعبده التقي وعبده الذي أعطى وقدم من الصالحات يفتح له أبواب الخيرات ويسر له أموره في دنياه فيفرج عنه كرباته ويسر له أموره ويفتح له أبواب الخيرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى واعلم أن النصر مع الصبر نحن في هذه الحياة في معركة معركة حقيقية مع تربية الأولاد مع كيفية الحصول على المال الحلال مع كيفية التعامل مع الجيران والأهل وكذلك المحافظة على الصلاة وغير ذلك من مشاق هذه الحياة وتكاليف هذه الحياة سواء كانت هذه التكاليف تكاليف شرعية أو تكاليف دنيوية المسألة كلها تحتاج إلى صبر إلى صبر صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله فإذا ما تعامل المسلم بهذه الطريقة صبر على طاعة الله جاهد نفسه على صلاة الفجر جاهد نفسه على المحافظة على الصلاة في المسجد جاهد نفسه على أداء الزكاة والمرأة جاهدت نفسها في طاعة زوجها في لبسها لحجابها في تربيتها لأبنائها في تعلمها لأمور دينها إذا ما تعامل المسلم مع هذا الأمر بهذه الطريقة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى فإذا ما تعامل المسلم مع هذه الحياة بهذه الطريقة بالصبر فإنه سينتصر في معارك هذه الحياة هذه الحياة فيها معارك معارك في طريقة كسب الحلال معارك في طريقة تربية الأولاد معارك في طريقة التعامل مع بعض الأهل والجيران وغيرهم المسألة كلها تحتاج إلى صبر وأن الفرج مع الكرب فإذا ما أتاك كرب وأتاك شيء أهمك فاعلم أن هذا من المبشرات بأن الله سبحانه وتعالى سيبدلك مكان هذا الكرب فرجا بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن علينا أن نتعامل مع أقدار الله بالطريقة الصحيحة فإننا علينا أن نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله ونصبر كذلك على أقدار الله سبحانه وتعالى وأن مع العسر يسره فإذا ما أتاك عسر وضاقت عليك دنياك وضاق عليك حالك فعلا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن حالك سيتبدل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما هو خير وأفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يصبر نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يصبر على طاعة الله يصبر على صلاة الفجر يصبر على صلة الأرحام يصبر على تربية الأولاد يصبر على غير ذلك الكسب الحلال ونحو ذلك وعلى المرء وعلى المرأة كذلك أن يصبر عن معصية الله فيبتعد عن المعاصي وعن الذنوب وما يؤدي إليها ونحن في هذا الزمن سهلت فيه المعاصي والذنوب للأسف عبر وسائل التواصل الاجتماعي فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كذلك يصبر على أقدار الله المؤلمة فإذا ما نزل به بلاء ونزل به كرب فإنه يصبر نفسه على هذا القدر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتبه عليه وقدره عليه والله سبحانه وتعالى عليم حكيم لطيف رحيم بعباده سبحانه وتعالى فإذا ما تعامل المسلم مع ربه بهذه الطريقة فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيعيش حياة مطمئنة وحياة فيها السكينة وحياة فيها الراحة ويعني كما يقال البعد عن المنغصات التي تنغص عليه حياته فقط اصبر وأحسن الظن بالله وأكثر من تلاوة القرآن بتدبر وتفهم وقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يزداد أو يزاد على العبد في بلائه بحسب صلابة دينه حتى يمشي وما عليه خطيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وعلى الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعن معصيته وعلى أقداره اللهم آمين والحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا نلتقيكم غدا إن شاء الله لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة